هذه الأواني البسيطة تعتبر هي المطبخ الرئيسي لهذه العائلة الفلسطينية النازحة داخل إحدى مراكز الإيواء المدمر في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس هذه العائلة كبقية العائلات الفلسطينية باتت تعتمد بشكل أساسي على الاتكيات في توفير طعامها وغذائها اليومي أعطيك العافية أخوي الله عافية احكي لنا أنت كرب أسرة فلسطيني كيف بتوفر الطعام والأكل حاليا الوضع صعب التوفير في الشغل لبلاد صغير بروح على التكيات وبنشف ريقهم لما ياخدوا الحاجة على التكيات بدهم صفوا طبور ودور وبهدل الطنيات ثم الوضع مأساوي جدا احنا نسحينا أنا عاشر مكان أطلع من مكان لمكان وتشوفني فيش قاعد في صف محروق هيك كنا أسنا ودبرنا أوينا 11 نفر من الأطفال هيك وما حد مدور علينا ولا واحد مدور علينا أنا بيت نهدم وشغلنا تدمرني يعني ما حدش حاس فينا ما حدش مدور علينا يعني عندي الأطفال هدولا ما حدش مدور علينا ولا أكل ولا ملابس ولا أقول لك البنام على الأرض ما عنديش غرفر شي هادش حدش أحد من واحد ما حدش بيقلنا خدوا إشي إحنا منشوف مساعدات بس بنسمع في المساعدات سمع بنشوفهم بس لمين بروحهم إحنا بنعرف إيش بالنسبة لموضوع الأكل والاعتمادكم على الأطفال في اليوم لنفترض أنه في الأطفال ما اشتغلت طعام والله حيجوع لأولاد أنا معتمد على التكيات بس نظامة يوميا في يعني موفر التكيات لكن نادر قولك فيش يوم فيش صعب يعني لازم تعمل أكل موفر وإحنا الوقيد اليوم غالي من هو نجيب حطه بالكيلو بأربعة شيكيلو والأكل مش ممبر الخضروات مش ممبر اللحوم مش ممبر إحنا بنسمع سمع الحاجة يقول لك بتطلع فيها ملكش نفس التشارية بدك في لغة استشارية أكل بنظر يوم 15 ولكل حاجة غالية يعني من واني تجيب لأحد يعني البناء التكيات إحنا ما تكن عليها نظام أكل يعني بتوفر إشي أساسي يعني يوميا بتوفر يعني غدا يعني بضغطوهم هار بظل عليها الأكل هدمي التكية والوضع أننا عايشين فيه وضع مأساوي جدا إحنا الأطفال عنده مرضين يعني وبدك أدوية بدك علاجات محدش مدور علينا أنا عندي كانت بنتي بتعمل عملية في القدس من مقاصد وتعبت عليها وأجل حرب وما طلعناش والحاجة يعني اللي بتقوم فيهم الحاجة اللي بتهتم فيهم وما حدش مدور علينا أنا هي الحاجة اللي بتقوم الأساسي والوضع يعني المأساوي جدا فرش باني لك هاي يا تكلعافي يا تيتا آه 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 فيك والله خليك احكي لي يا تيتا انت إش بنقسك في المطبخ لحتى تصير أنت تقدر تعمل أكل هان بيش فيها عندي عنا معلبات باعملهم أكل من المعلبات لحمة بحطهم في الخبزة باعملهم بالزيل حمى صفول بدقوا لهم وبياكلوا والله نفتفل بيضا ما نطيلها والله اللحمة من أول حرب لاخلها ما ضغناها يا بي طيب بالنسبة لإلك انت هان عندك غاز موفر غاز موفر أواني لأنك تضخب أخي مثلا ما عنديش غاز والله على النار بل الموقيد ملخها يوم ما بل الموقف بل الموقف بل شاي ومي كله كله على الغاز على النار بتتعب كثير لما توفري لهذا الإشي لأولاد أنا تتعب إشي وأنا مرة معاي ضغط معاي سكر بجيب علاج هاي معي علاجة في عبا هاي وانما روح باخد علاجة معاي بادوخ بطريح مرطين ثلاثة في الطريق من الغزة طب النسوان عندك حوالينك في مركز الإواء هذا والمخيم هذا برضو نفس حالتك بيخبزوا على النار وبشتغلوا على النار بيخبز على النار والله بنات التنتين ناجل كان في المواصل أجل عندي هاي الأول إشار أشياء باعمل خيار حالنار والله جوزه من الصبح ويكيسه بحضنه وبنمه بحض قلت بدي أعمل لكوا بايش بدي أتطخلوا لك ما أكلها أكلها على لولها ولا تشهد يعني عملية توفير الأكل في النسوان اللي بتعملوها صعبة جدا صعبة على النار كيف حالك يا فرح رهب كيف حالك يا رهب إيش أخبارك بتتعب يوميا وانت بتجيب الأكل نتعب احكي لنا معاناتك وانت بتوفر الاكل برها التكيات وموفر الاكل وانضينا تنهر على التكيات وانتن عاشا وغدا على التكيات الصبح بس يعني بس من القش اللي بتجيبين اللي التكيات بتاكلوه واش كمال بندعب واحنا بالشمس عمرك رحت عالتكية ولقيت مخلص الاكل اي مبارح طيب ويش بتعملي لما بابتلاقي اكل من جوع من دولاكل بتجوع اذا ما لقيتوا في اكل بالتكية يعني هذا هو حال هذه الاسرة الفلسطينية كبقية حالات الاسرة الفلسطينية في قطاع غزة وفي مراكز الايواء يعني تعتمد بشكل اساسي على الاتكيات في توفير قوت يومها نظرا لانعدام الغاز ونظرا لصعوبة توفير الحطب للطهو الطعام في مراكز الايواء مراكز الايواء بالطلع ترجمة نانسي قنقر